لم يكن الأمر في البداية يتعد مبادرات فردية من أشخاص تضامن مع سكان معزولين في أعالي جبال الأطلس المتوسط ليتحول فيما بعد إلى حركة تضامنية على صفحات الفيسبوك تجمع أفرادها ضمن جمعية أطلقوا عليها اسم البركة إنجل جمعية جعلت من هذا المخزن مقرا لها تحفظ فيه مواد غذائية وألبسة وأفرشة وهبها المحسنون لسكان الجبال قبل أن تذهب بها إليهم في قوافل إنسانية من المتوقع أن تنطلق بانطلاق فصل الشتاء هذه تشعر شهر دبا باش كنشتغلو من بعد ما كنا مجينا من القفل الأولى اللي خدتنا 1500 عائلة داروا لي كرحسنا ندبون نفسنا وندوزوا للطريقة اللي هي من الدماء وكانونية إذن فكرنا باش نخلقوا الجمعية وفعلا تخلقات الجمعية وفي خلال هذه الشهور هذه قمنا بثلاثة أو أربعة دي القفلات الإنسانية فك العزلة عن سكان الجبال وتخفيف ضناك العيش عليهم وعلى أبنائهم أهداف يتطوع لتحقيقها أفراد الجمعية يدعمهم محسنون وبعض الشركات ممن يجودون ببعض المساعدات مساعدات وإن كانت تخفف معاناة الكثير من سكان الجبال إلا أنها ما زالت بعيدة عن تحقيق مبتغى أفراد الجمعية لدينا حفلة في نوفمبر في 20 نوفمبر نساعد بها المحتاجين منها الألبسة منها الأطعامة منها الأغطية حاليا توصلنا يلاه الستمائة عائلة وإحنا عنا ألفين عائلة بقعي الهدف بأيد لتنجه طلب نداء المحسنين العاديين والشركات والحطاء العام والحطاء الخاص باش يعاونونا باش نمشيوا بعيد باش نعاونوا هاد الناس وما نبحوش معتصرين غير إلى الأطعامة وعلى الملابيس باش نمشيوا بعيد إن شاء الله نجهز لهم مجالات للدوم اللي تكون دائمة ستون طنا من المساعدات لفائدة ألفين وأربعمائة عائلة مساعدات بغض النظر عن حجمها إلا أن قيمتها تبقى معنوية لهؤلاء السكان فالوصول إليهم في فصل الثلج والبرد يرى فيه هؤلاء التفاتة تؤكد إنسانيتهم